المبادرة تستهدف 60 مليون مصر هذا عدد كبير وأكيد مكلف جدا ما الذي يحدث في فن؟ المبادرة الحقيقة تستهدف 52 شخص بالغ هذا بالإضافة إلى طلبة المدارس السنوي وطلبة المدارس الإعدادي التي سنبتديهم في بداية العام الدراسي القادم فنزيد أيضا عن 60 مليون شخص هو الحقيقة مش مكلف لأن أنا أقول لحضرتك المثال اللي كنت أعيزه لحضرتك إن إحنا لما بنعالج شخص واحد بألف جنيه بنوفر للدولة 50 ألف جنيه كانت هتتصرف على علاج هذا الشخص لو ما اكتشفناهوش مبكرا ولو دخل في المراحل المتقدمة اللي أنا أقول لحضرتك عليها كان متوسط العلاج هيبقى 50 ألف ساعات العلاج يوصل لزراعة كابت ب400 ألف و500 ألف جنيه مش مضمون أعتقد لكل المصابين أن هم يفعلقوا مش بس بقى الألف جنيه اللي أنا حطتها دي وفرت لي 50 ألف لهذا الشخص لكن كمان منعت إن الشخص ده يعدي أربع أشخاص آخرين فوفرت 50 في خمسة الشخص نفسه والأربع اللي كان عاديهم فأنا هنا حطيت ألف جنيه استصمرتهم بـ 250 ألف جنيه مستقبليا وفرت على الدولة 250 ألف جنيه لكل شخص أنا بعالجه بألف جنيه مش بس كده أنت كمان في المبادرة مش بتدوري على فيروسي بس أنت بتدوري على الضغط والسكر والسمنة اللي هي الأمراض الرئيسية اللي بتؤدي إلى الوفاء المبكرة وبتؤدي إلى المشاكل الصحية الحكاية دي مهمة جدا للشخص جدا 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 أننا نعرف الوضع الصحي بتاع هذا الشخص لكن مهمة للدولة جدا أننا نعرف حمل الأمراض المزمنة علي أنا عندي نسبة سكر قد إيه نسبة ضغط قد إيه وفي المحافظات المختلفة كل نسبة قد إيه وفي المراكز المختلفة كل نسبة قد إيه واستعد لها إزاي وحط سياسة الصحية المستقبلية لها إزاي ده موضوع فارق تماما عشان كده أنا بقول لحضرتك أن الممارسة الطبية في مصر سوف تتغير تماما بعد انتهاء هذه المبادرة وبعد المعلومات اللي هناخدها من هذه المبادرة اللي هنقعد نشتغل عليها سنوات وسنوات في البحث العلمي وفي الخريطة الصحية وفي المتطلبات الصحية بناء على كم المعلومات اللي جانا اللقصاده لا يمكن قياسه بأي مبلغ وإن كان ده مبلغ زهيد لأننا بقول لحضرتك التكلفة في العلاج حوالي ألف جنيه والتكلفة في اكتشاف الشخص ده بتزيد كمان حوالي ألف جنيه المشكلة المادية فعلا قليلة جدا